بين اللجنة الفنية اللي خاصة مكافحة كورونا في وزارة الداخلية اللي امر معالي سيد وزارة الداخلية المحترم بتشكيلها وبين وزارة الصحام الثلابي السيد روكي اليداري للوزارة وقادة بعض قادة الوزارة الموقرة كان حديث موسع بإيجاد تفاهمات وتنسيق مشترك بين الجانبين توصلنا إلى عدة اتفاقات إن شاء الله في مجملها تسهل من عملية التصدي لبراز كورونا عموما اجتماع مهم عقدة اليوم في وزارة الصحة للجنة الفنية لمحاربة جائحة كورونا في وزارة الداخلية للتنسيق مع وزارة الصحة في شتى الأمور سواء الأمور اللوجستية أو العلاجية أو قضية المختبرات وكذلك أسعاف منتسبين وضباطنا الذين يتعرضون إلى الإصابة طبعا التنسيق هو في أحسن حالاته أيضا وزارة الصحة اليوم ووزارة الداخلية في مركب واحد في دادية هذه المهمة الإنسانية الوطنية اتفقنا على عدد كثير من الأمور اللي من شأنها إن شاء الله يكون لها واقع إيجابي على الصالح العام وأيضا على منتسبين وضباط وزارة الداخلية أيضا تم الاتفاق على عدد من الأمور المهمة إضافة إلى لجان مشتركة سوف يستمر العمل إلى حين الانتهاء إن شاء الله بإذنه تعالى من جاعة كورونا في بلدنا العزيزة بسم الله الرحمن الرحيم بناء للتوجيه معالي سيد وزير الداخلية المحترم بضرورة التواصل مع وزارة الصحة لدعم وزارة الداخلية وطبابة وزارة الداخلية للوقوف بوجه جاعة كورونا حاليا التي أصابت الشعب العراقي خاص عامة ومنتسبين وزارة الداخلية خاصة اجتماعنا اليوم بالسيد الوكيل الإداري وزارة الصحة وأبدأ المساعدة الكاملة إلى وزارة الداخلية من توفير الأسرة في المستشفيات الخاصة بالعزل للحالات الطارئة وأيضا بالتعاون بإنشاء مختبر للفحوصات المختبرية لفيروس كورونا وإنشاء أيضا مركز للحجر الصحي خاص بوزارة الداخلية دار معظم الحديث أيضا على توفير الأدوية والمستجزمات الخاصة بالوزارة بحجز حصة لوزارة الداخلية إضافية لمهتاخذ الوزارة من وزارة الصحة اضطرقنا إلى عدة مواضيع منها الحالات الحرجة منها الدفن منها حالات الإصابات والمحافظات ولأيضا كيفية السيطرة عليها في العموم العراق شكرا جزيلا اليوم كان اجتماع عالي المستوى برئاسة سيد وكيل الوزارة الإدارية الدكتور هاني موسى بدر وعدد من القيادات في وزارة الداخلية طبابة الوزارة وأيضا مدير عام الدفاع المدني ومدير دائرة العلاقات والإعلام في الوزارة وعدد من المسؤولين الأمنيين في الوزارة المناقشة آخر المستجدات المتعلقة بمواجهة كوفيد-19 تحديد من المسؤولين الأمنيين